انا مالك يقول مهموم مهموم ليه أو حد يقوى وسيدة تقول لي اختها والله أنا قلبي مقبوض النهاردة ما عرفش في ايه وده يمكن عندي السيدات اكتر من الرجال أنا قلبي مقبوض النهاردة ما عرفش في ايه مش عارف خايفة على ابني خايفة على ايه ممكن يكون كده وممكن يكون يعني بغير معلوم السبب هل هو ده المعنى القبض 280 يحنا تتكلم عنه مش في الباب ده ايوة لا احنا قلنا اللي في الباب ده غير القبض اللي هو من أحوال القلوب والبسط بعد كده حيأت أيضا لكن غير البسط الذي هو من أحوال القلوب القبض والبسط الذي هو من أحوال القلوب أمر أوارد حال يرد على القلب يمنعه كما قلنا قد يكون معلوم السبب وقد لا يكون معلوم السبب والسبب ده المعلوم قد يكون ظاهر وقد يكون باطن الظاهر كما قلنا ممكن الإنسان يفتلى بابتلاء معين فانقبض لهذا الحادث أو الابتلاء وقد لا يكون ظاهر وإنما باطن إن يارد عليه وارد معين كأن يتذكر معصية أو ذنب أو يقع فيه فيبقى في الحالة دي إيه الوارد ده معلوم وقد لا يكون معلوم من الحق تعالى لا يستطيع له دفعا ولكنه لا يعرف السبب وكما قال العلماء أيضا قد يكون هذا الوارد أو الوارد القبض يكون وارد تأديب وقد يكون تهزيب ده اللي بنعني في الباب اللي احنا نتكلم في دلوقتي لا لسه ما زل لحنا لسه لحد دلوقتي عشان لو فيهنا اللي فات هنعرف يعني إيه القبض اللي احنا نعني في باب المنزلة قد يكون تأديب يعني إيه عقوبة على ذنب وقع يقوم القبض بقى تأديب في الحالة دي أو تهزيب التهزيب بيبقى نعم الترقية القبض يس ده ده يسبق البسط الفرج اللي حيجي قبل كده دايما يبقى قبله يبقى فيه ايه ضيق إنه مع العسر يسر ده بيبقى اعداد لفرج قادم ولا سوف يعطيك ربك فترضى لكن دا جه إمتى بعد ضيق شديد ما ودعك ربك وما قال الفرج دا ما ودعك هذا مقام لم يأتي إلا بعد ضيق شديد فطر فيه الوحي فهذا القبض يرد على القلب استعداد لبسط سوف يرد بعد ذلك ضاقت فلما استحكمت حلقاته فرجت وكنت أظنها لا تفرج لكن ليس هذا إذن القبض المقصود في هذا الباب لأن القبض المقصود في هذا الباب هو كما قال الإمام الهروي هو قبض التفرقة قبض ظل التفرقة عن قلوب أوليائه يعني الله سبحانه وتعالى بيقبض ظل التفرقة عن قلوب أوليائه يعني؟ التفرقة يعني إيه؟ احنا قلنا فيه الجامعة وفيه التفرقة التفرقة عندما تتشتت بس مش تشتت الناس في الدنيا لا مش تشتت قلوب أصحاب الدنيا في هموم الدنيا لا لا مش دي القضية لكن هو في مقام الفرق يعني فيه تفرق الصفات يرد عليه وردات الجمال وردات الرحمة يرد عليه وردات الجلال من الخوف من الجلال من العذاب من خوف العذاب من وردات الجلال كثيرة أو وردات الجمال فتجد الولي أو العارف يتفرق قلبه بين الرجاء والخوف بين الجلال والجمال اللي هي الأحوال اللي كنت نتكلم عنه فهو يقبض عن هذه الأحوال إليه قبضا يسيرا نحن نفهم بقى يقبض قبضا يسيرا نحن نفهم من هذا زي ما قال بالضبط ابن عطاني قبضك كي لا يتركك للبسط وبعدين يقلبك مع الأحوال قد الصفاتها وبسطك كي لا يبقيك مع القب وإن يقبضك إليه ثم أخرجك عنهما لكي لا تكون لغيره ثم أخرجك عنهما حتى لا يبقيك لشيء سواه يبقى بيرقيك من مقام الصفات إلى الزات يبقى يقبضك من التفرق من ظل التفرقة في التشعب بين الصفات إلى وحدة الزات يعني كلما كنت تغضع إليه سابقا ولاحقا وأنت في الطريق وهو في الطريق يعني أنت مش قصة مش بعيدة على الطريق مش كنت ما تغضع من قبض في الدنيا ومن أهموم الدنيا لا لا ده قبض التحقيق مش قبض الأحوال الله يبقى خرجك من قبض الأحوال بتاع الصفات إلى التحقيق عشان كده إيه الشيخ قال إيه هو قبض ظل التفرقة التفرقة عن قلوب أوليائه وأخذه إليهم أخذا يسيرا سهلا فتشرق في قلوبهم أنوار التمكين شموس التمكين شمس التمكين تشرق في قلوبهم فتأخذهم من شعاب التفرقة في الصفات صفات الجلال والجمال إلى التمكن في مقام الكمال فهنا يخرج من ظل المكونات والمخلوقات إلى ذات الحق سبحانه وتعالى لذلك قال الشيخ الهروي القبض في هذا الباب يشير يعني إيه هنا بقى غير مش ده غير القبض التالي القبض الأولي قبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين أخذهم أو الذين يعني أخذهم الحق سبحانه وتعالى أو اختارهم واستنعهم لنفسه هنا مقام الضنائن من خلق يعني إيه انت عارف ضم أن تضن بالشيء على غيرك ولكن ليس هذا ضن البخل لا وإنما ضن تكريم وإعزاز لهم موريح للأغلى موريح للأغلى ورفعتهم عنده فضن بهم على المخلوقات أو على الخلق إنه ما يروحوش للخلق ضن بهم إعزازا لهم عزة عزهم وأكرمهم فضن بهم فأقول هذا القبض اللي خلهم بمقام الذات وجعهم حتى من تفرقة الصفات هو مقام الدنائن الضنائن الذين أخذهم ها الذين اختارهم لنفسه واصطنعهم لنفسه واصطنعتك لنفسي ربنا بقول كده مقام سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي قال الكلبي اخترتك بالرسالة لنفسي وقال اللي تقوم بأمري وقال غيره اخترتك بالإحسان لنفسك إليك لإقامة أمري وإقامة حجتي وتبليغ رسالتي إلى الناس اصطنعتك لنفسي اختصصتك فده مقام اختصاص القبض هنا ها عشان كده إذن مقصود بالقبض هنا لي يعني هو حال أن يحول سبحانه وتعالى بين هؤلاء أصحاب هذا المقام اللي هم الضنائن الذين اختارهم لنفسه وبين التعلق بالخلقي خالص وصرف هممهم إليه وأوقف عزيمتهم عليه فاختصهم لنفسه هو ده مقام الضنائن أو مقام القبض اللي بيكلم عنه الشيخ شكراً للمشاهده شكراً للمشاهده شكراً للمشاهده